مريم بركاتك يا شيخ خناديا اللي سيققعد خريمي هندمع اللي عملتوا معي انت لا يا مريم محسن نحن مترفقين فيه هدو ضربك ايه دي يا ملك البنت ما فيهاش حاجة قدامك ايه لا مشاهدة اكيد فيه حاجة حصلت عايز يبتقي شري يرجع لي الكل اللي اخذ شوفتنا بزاعة المونة كبار وحل مشاكلك معاه ما انت عارفة ان ابوها ما بيصرفش عليها من ساعة ما تجاوز واني مش لها الشغلانة في البلد دي انا اللي ليه فيه انه باعته راي عماد القط يعني نوع على دم مريم التوكيل ده لازم يتلغيه فور انت عارف انا محبش حددحك الناس بتوح بس ايديهم تتمدى على فلوسي اقطعها غلطان يا روحي التقرير طلع تامر واقع لوحده انا كل اللي حموتني انا حاوس اضملك حائق باي طريقة انا راجع انا راجع انا راجع انا راجع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا قلتلك تقتل ما حصلش انا معملتش حاجة يا لادين باشا انا كنت برقبه زي ما سيادتك ما قلتلي وبعدها انا روحتوله المكان اللي كان بيصهر فيه بس ظهر كده حد تبع وفطمه وفخاله جبت عنوانه وخدت رجاله وانت فجأه الصبح وفجأة حصل اللي حصل امم يعني في حد تاني اللي مصلحة في قتل الودة ولا في حد عارف ان انا مقرس ودانه فاقل لك بقى يا قتل واخد الحاجات اللي عنده ويتزكي اسمي في التحديق وتبتدي الشوشرة يا نادين باشا تطمن انت بعيد انا مش هبقى بعيد غير لما الحاجات اللي عنده تجيني صعب يا باشا الحاجات اللي عنده في البيت والدنيا دلوقتي مقلوبة هناك لو لايوا الحاجات دي عنده تبقى كارثة يبقى لازم نوصل لحل وبسرعة حل وبسرعة خلاص يا باشا قاسبني كده هنخمخ وقولك هنعمل ايه انت تخرص خالص لحد ما تاخد مني الاوامر عايزه يا نادين باشا هيكون مين بقى ابن الكلب باللي اختار التوقيت ده وعمل كده وليه ما تكونش ابنت كلب انت شفت حاجة؟ بصراحة انا دين باشا انا مش هتحك عليك هو كان ازاز العربتين بفايم وكانوا مغطيني النمر بس انا حاسس كده اللي كانت ورا واحدة ست مه اتبغ تفضل انت متحركش بمكانها غير لما يكلمك اشتركوا في القناة 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 هتبقى مرقبني زي ما مرقب وليد اهو وليد ده هو اللي جابني انا قتلتيه ليه؟ قتلت مين؟ وليد ده قتل؟ حاجات اللي خدتيها منه مش هتحميكي ولا هتلو ادراعي انا انا وزا فاكرا ان كلمة كده ولا كده في التحقيق هتجيب رجلي مش هيحصل شعرك وبصماتك اللي كانت عند الحيوان اللي كنت معاه انا اللي خافتها وانا اللي اقدر اخفيك انت شخصيا وليد اتقتل بجد؟ ولا انت بتقولي اي كلام؟ ما تعرفيش؟ والله العظيم ما اعرف ما تبوزيش الحلفان ما تلوزيهوش قتلتي ليه ولا مين اللي قتله لك؟ انت بتكلم بجد؟ يعني وليد اتقتل بجد؟ ده لسه كان معايا من كام ساعة؟ موسيقى 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 ايه ده يا عمر؟ انت هنا؟ اه ومستنيكي من بادرة معلش كان عندي حاجات كتير كان لازم اعملها بدماجي صباح الورد صباح المور قدموا لك حاجة اه تمام انا باشرب قهوة هوا زي الفل يا بختك انا كمان نفسه اشرب قهوة قوي عشان اسح صح صح بفوع انتي يعني متيش كويس او لايه؟ مطبق ابن مبارح ولما كلمتني كنت معرنة في المستشفى الف سلام عليها ربنا يشفيها يا رب طيب بقى ما ناجل حكايات المزرعة دي النهاردة ناجل ايه انت شكلك هتضيعنا احنا لازم ننجز في السريع عبر ما يحصل في الامور امور ازاي يعني؟ يعني افرد انه تصالح مع مراته او طلع في دماغه انه ياجل او يخفض اعلاناته ام؟ ايه الكلام ده يا مالك ما مش فيه عقد؟ ام فيه عقد بس انا ما اضمنش ظروف الناس دي بتغير مصير اي عقد يعني اي اي انا مش فهم اي حاجة عليك؟ ام انت مسمعتش عن الاواضي بتاعت العقد دي بتدخل الناس الا بداية كبير يا جامد يا حريف تروح تقتله وتيكي تتهمني بقتله تقوم ضرب عصفورين بحجر وتخلص مننا احنا اللي اتنين ايها تيلب معاك هابل انا عارف لا دا مش هابل دا هو دا اللي حصل ولا انت فاكرني مش فهماك طول عمرك بتقول انك حطت استيكاف جزمتك عشان تمسح اللي وراك لا يا ناديم المرة دي لا مش هنول هالك البلوة تبليك وتجيب اللي فيها فيك كده؟ لا ايها وليد قل لي انك مصلت عليه عماد القط وقال لي انك طالما فيها عماد القط يبقى انت لويةła الدم ويعالم بقى قال لي كم واحد غيري الكلام دا وكام مرة اسم عماد القط ده هيجي في النيابة ايه كمان بقى بعف الراغي اللي عندك يبقى الوقت جالك قلك الحكاة فيها عماد القط قلت فرصة وجاءت لحدا عندي تقتلي ولما يلاقص صور عنده تيجي رجلي وبعدين واحد يرمي كده كلمة القط في التحقيق أخد أنا فيها عدام ولوجي تورس كل حاجة وساعتها مين الواصع على لوجي أمه لوجي يا تصدق أنا لو بفكر بالطريقة دي كنت احترمت دماغي قوي فاتك حاجة واحدة بس إني بطلت ألبس المريلة ما باخدش صندوط شات معي وأنا رايح لمدرسة فوقي أنا اسمي نديم فخري لو ناسي أفكر الصغر معاك ولا نيابة لها في بيته معيش حاجة يعني هناك معرفش قولي خلينا لحق تصرف قلتلك معرفش لو ما تعرفش بقى أنت فعلا فورتة كبيرة وإنت بقى جاي تنقذني أنا جاي أقولك أن اللعب من نار لأصول اللي ما يعرفهاش يحرق نفسه مغير ما يدرم الصور فين الصور فين هجيت في بيته هجيت في بيته أنا صد مليمين والشمال أنا خلاص بيت متفرغلك هو أنا عارف أشتغل أنا كل اللي بعمله إن أنا قاعدة ناحق على بلويك اللي جايه مليمين والشمال يلا 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 ملعون أبوك الأبو اليوم اللي شفتك فيه بساعة واحدة هجيت في بيته ايه في ايه اتا حكايتك بالزبط هتعملها تاني ولا ايه يس ايوة بقى اثبت نفسك كده اشتركوا في القناة ايوة يا رامي خير على الصبح ملك 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 ارجوك يبلش التهور اللي ممكن يشعوط الدنيا ده اميرة لازم تترضى باي شكل قبل ما تقلب الدنيا علينا ده ايزا ما كنتش عاملت كده شكرا مالها الستة اميرة بروح اهلها ما تيجي تشاركني احسن لا 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 من ناحية تقدر فهي تقدر مفاتيحنا دي وفقري في ايها عشي تبيعارفة بس ولا تقدر تعمل اي حاجة انا اللي بقولك بقولك ايه اديني نوع ايه ارسطان عايزة اتكلم معيك طبعا خير ما لك خليك ناحية ثانية اللي بقولك اصلا with me can i will ايوه نو صباح الخير يا ملك اتحركتي معامل ولا لسه او محو كلمني الصبح اقالي ان انتو هتسفروا المزرعة مع نادين ساريها ليه ماخدتش رومي معاهد طيب انتي شفتي الايميل بتاعك النهاردة ليه بعتلي حاجة ملحق عقد ومين بسلامتوا اللي بعت الملحق ده لا احنا ملناش في الملاحق احنا شطر وبننجح من اول مر تصدق انا لسه كنت بتكلم في الموضوع ده مع عمر من مفيش اكيد ده لعبة اميرة انا عرف اطيارها ازاي من عندنا دين عموما متقلقيش خلي رمي الطم احنا مش بنالعب سلام احنا مش بنالعب احنا مش بنالعب كان لازم يعني المرمطة والبهدلة انزلي وحيات ربنا لو مدت ايدك علي تاني انت حر هتقتلين انا كمان مش كده قلتلك ان شاء الله قعدم بنتي ما قتلته هي ايه ايتة اللي احجتت وخلص لازم يكون انت يمكن يكون واحد من اللي بتعرفيهم انت فوت تماما انزلي ايه 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 بقى اني حجبش وهديله هون بقى حيلتي حاجة ده انت حتى الفيز اللي اطلعت بيها عملت لها بلوك لازيك ما تدفعش فلوس مش هرد عليك لوجي يا لوجي بنتك مش هلا مش موجود يعني ايه يعني ش موجود اه يعني رايح مشوار وراجع ولا ايه ده متفق معايا ومديني معاد اتفق معاكي بس انا لو كنت عرف عن المعد ده كنت زبطته لي جوا قديم قوي على فكرة انجد؟ هم تصدقي صح تفضلي المستر نديم مستنيكي في مكتبه والله ما تحاوليش ما بيردش على حد ده اذا كان انا ما بيردش على حد ده اذا كان انا ما بيردش على حد انتي مش خايفة اقولله بتقولي له على ايه؟ عالاتفاق اللي بيننا احنا بيننا اتفاق لا سمح الله متأش حايفا ان البجاحة بأخد وضعها معاكي شوية حابتين ما هو بصي بقى مالك حببتي انا ما بيتنصبش علي ما تفوق بقى كده وتفوقك من نفخة كالدابة اللي انت عايشة فيها دي ده انت طلعت ولا نزلت حتة سكرتيرا انا حتة سكرتيرا بس ما تنسيش ان حتة السكرتيرا دي هي اللي جابتك هنا وهي كمان اللي تقدر واللي قللك بلاش طيب احسن برضو ممكن تراجع نفسك اراجع ايه بعد اللي قلتي واللي عملتي انت الظاهر ما تعرفنيش ما يغركيش المنظر اللي انا فيه وشويتين اللي انا عاشتهم في امريكا ده انا وقت الجد عليا حتة لسان زفر تقولي دي اكيد ما تربيها في الشوارع اه الشيك بتاعك بس لفيه ناس زي كده بيقطعوا برزقهم ترجمة نانسي قنقر موسيقى اشتركوا في القناة 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 لا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه دولي؟ اه عنا بناديل توالد هيكونوا ايه يعني؟ بس تلاقيبش على يا طارق يا ابني ما تشايفوا معارفوا منهم كتب ايوه حبيبي اعمل بيهم ايه؟ انزل باعهم؟ لا يا حبيبي انت هتعمل بيهم خدمة لوجه الله تعالى ايو الله خدمة خدمة يعني هتروح لبنت عمت مريم تدهم لها فيها حاجة دي؟ في ايه انا؟ وانا قلت حاجة غلط ايه مالك؟ مش ماشي؟ تا مش ماشي انا كنش قلت حاجة غلط هنا؟ انا عارفة ايه يا ابني مالك؟ قلنا؟ يا ابني البيت من ساعة ما جات هنا وهي صعبانة على ابوه اهه ونفسه يعمل اي حاجة عشانها ايو الله البنت مسكينة يعني المرض والوحدة هدوا ودمروا نفسيتها يا بابا وحدة ايه ومرض ايه وتتسلى ايه؟ مريم حتتتسلى بدول يا بابا اللي زي دي عندها الف حاجة تانية تتسلى بيها يا بابا ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك دخلتها يا عم الكبير محاش هصغرك ولا حاجة انت خد دول وقدم لها وقلها عملك بسالة معيك ومعيتك دول فيها حاجة ليه؟ بص يا ابني مريم صعبانة على ابوك دي وحدة نية ومكسرة وكان ابوك هيوديلها الكتب تقول لو اختها العقربة تردته من البيت يعمل ايه بقى؟ عارفها نادية؟ ورغم انها تردتني انا برضو وسيت المحامي بتاعي انه يعرض عليها السرعة ليه؟ يا ابنت اخوة ما توانش عليها يحبسها وكلو في الاخر حيبقى فوش انا شفت؟ اه خد يا حبيبي خد الكتر دي يلا يا حبيبي خد الكتر يلا 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 خد يا ابني محيط يا مورة اه عايزين مني حاجة بقى؟ لا مفيش لا يا حبيبي مع السلامة ماشي مع السلامة والمد احمل كده ليه؟ انت بخلي الفات ازاي جاء؟ يا ساتر يا ماري مسمعيني؟ يا ماري مسمعيني؟ يا ماري مانا لجاية هددك ولا خوفك يا ماري ولا عايز منك حاجة وصل كل اللي يكي عندي يا ماري مانا بعتقولي مبقىش فاضل اللي دي وراي الطلاق احنا جيت اجيبهالك بنفسي يا ماري معشان عايزك في كلمتين يمكن ما نشوفش بعض تاني جايز يا ماري مكن بدأت علاقتي بيكي بطمعة جايز يا ماري مكن كنت وحش معاكي وجايزك وكن كنت السبب فعلا في وفوت باباكي كل دا جايز لكن الاكيد يا ماري من انا حبيتك انا حبيتك اوي ماري اوي حبيتك لدرجة ان انا كنت بعجزة وجايزك انك ما تبعديش عنه والمناسبة اختك ما دفعتش ورا من الليم عشان ورقة الطلاق دي ولتقدر تسأليها انا حبيتك اوي ماري انا حبيتك اوي ماري سامحين يا ماري مان سامحيني على اي حال انا عملتها معكي سامحينها سامحيني بازم يا ماري ماري مينة ا غزة انا شماهو اي حبيتك اغانش أعربية تكون عندي الساعة سبعة بالثانية كل حاجة ترتبت تماما أنا مش موافقة أنا ما أخدش رعيك أنا ببلغك بالله هيحصل أنت عايزت تصفرني لي أنا دي ما أنا قلتلك بألم فضايحك عايزت تلم فضايحي أو عايزت تلبسها لي تعمل البلان اللي في دماغك تصفرني وتلبسني القضية ومعرفش أرجع عنه وأنا لو عايز ألبسها لك أهربك أنا ما عملتش حاجة أصلا عشان أهربت عملتي ما عملتيش أنا شايف إن الصح دلوقت إنك تسافري وهاتسافري ما هي دي دايما مشكلتي معاك اللي انت شايفه دايما هو اللي صحه وأنا على طول غلط العافو انت اللي صح أو اللي إحنا فيه دا كله بسبب مين مش بسببك لو أنت ستة محترمة كان حاجة مندي حصلت ولا أنا هلطة جاوبيني لو عندك إجابة أنا حاجة استيرك هولندا وفيستك شينجن تقدري تروح أي مكان في أوروبا كريت كارد اللي معاك هفتحه لك وهحول لك فلوس على حساب هناك خدي دا كمان خلي معاك احتياطي السواء اللي جاي لك هسيب لك معاك خمس تلاف يور وكاش لحد ما الفلوس توصلك بكرة أو لبعده بتتعمل على أني خلاص وفقت العربية جاية الساعة سبعة وهتوصلك المطار واللي أنا عايزه هيتم مش هعد أنا ابني في سنين وتجي انت تهدي في يوم رايح فين؟ رايح أفضي دماغي لشغلي بقى منت طول عمرك مفضي بناغك لشغلك وبس مش هعد دي الحقيقة؟ لا راجع الشريط كويس وتتعرف الحقيقة فين الحرس اللي برا عندهم تعليمات ما تخرجيش غير في العربية اللي هتوصلك المطار مفهوم هوكي موافعة بس بشرط بنتك هبعت هالك تسلم عليها بما تسافري ولو اني عارف اني مش دا الشرط اللي في الماء السلطة حرجك يمكن تحسي مرة اني بنتك أهمة من اللي بتفكري فيها أنا ما اتشارتش علي أنا شرط على أمة موسيقى 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 موسيقى